بسم الله الرحمن الرحيم صباح الفل عزيزي المشاهدين في كل مكان واهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاهوة اخباركم ايه كله تمام يا رب كله يكون بخير وكله يكون في احسن حال النهاردة ان شاء الله هيكون معنا اكتر من فقرة متنوعة بقى ما بين الفقرات تخص المواهب فقرات تخص الدكورات فقرات تخص شغل الديجيتال والتسويق الالكتروني فيه حاجات كترة جدا بس خلينا قبل ما نبدأ فقراتنا النهاردة نتكلم في موضوع مهم جدا اولا الف مبروك لنادي الزمالك فوزه بالدور العام للعام التاني على التوالي اللي عمله نادي الزمالك السنة دي يعتبر انجاز تحدى كل الظروف الصعبة بنتكلم فوقف قيد فترتين بنتكلم في تغيير ادارات بنتكلم في لعيبة مشت بنتكلم في ظروف مش مستقرة بنتكلم في ظروف مادية مش موجودة كل حاجة كانت تؤدي الى الفشل ولكن تحدي للمنطق واقرب للاعجاز هو دل حصل الزمالك فاز بالدوري مش بس كده كمان لا ده خد الكاس وكده يكون جامعة السنائية بتاعت السنة اللي فات الدوري وكاس وخد الدوري بتاعت السنة دي وداخل كمان على مباراة السوبر المصر السعودي السوبر لوسيل في قطر يوم تسعة تسعة ان شاء الله نتمنى له التوفيق الزمالك بيدرب لنا مثل في الكفاح وعدم الاستسلام لامر واقع شد حلهم معهم مدير فني قوي جدا ادارة سخرت لهم كل الامكانيات جمهور يهز الحجر كل ده كان عامل اساسي ان الزمالك يكسر حاجز المنطق ويكسر حاجز الطبيعة خلينا النهاردة ببنسبة فوز الزمالك بالدوري العام والاحداث الساخنة على الساحة الكروية في اليومين دول هنعمل معنا هنعمل هيكون معنا بعد شوية الاستاذ سعد عبدالغفار النقد الرياضي بموقع ملعبكو عشان هنتكلم شوية كده في كم حاجة مهمة جدا هو الرجل هيفيدنا اكتر في الموضوع ده بس خلينا برضو قبل بنتكلم في الموضوع ده نتكلم في قصة الاهلي وعدم الاستقرار والتغيير الاجهزة الفنية الدروب بيحصل الاهلي نادي كبير طبعا وما بيتأثرش بالقصص دي كل جواد ليه كبوة زي ما بيقولوا فاكيد الاهلي هيقوم تاني وهينهض تاني ويشتغل تاني لان الكرة المصرية اهلي وزمالك اكيد يعني لما قدب من الاتنين يتأثر اكيد الكرة المصرية بطبعتها هتتأثر لكن في المجمل الاهلي كانت اتعرض لكذا مطب وكلها مطبات فنية يعني بعيدا عن اي كلام كان بيتقال بخصوص التحكيم وبخصوص المجملات والكلام ما فيش نادي بيتجامل على حساب نادي الاخطاء التحكمية وردة هم موجودة هم من الاساسيات لعبة كرة القدم لكن يكون ان هو يبقى فيه تعمد صريح وواضح ان النادي ده يخسر ما اعتقدش ان ده يكون موجود لان منظومة كرة قدم مصرية اعتقد انها منظومة محترمة ومنظومة نازيهة بالاضافة كمان ان حكم ما اعتقدش ان فيه اي حكم مهنة بلغت دماغه وشطحت منه ان هو ممكن يعرض نفسه وسمعته للحاجات دي او يدخل نفسه في مصادر شبهة نجيب يا جماعة الاستاذ ساعد عالتليفون طيب شوية كده وانحاول نجيب الاستاذ ساعد معانا تاني فخلينا المنظومة الرضية احنا داخلين دلوقتي مدرب منتخب جديد مدرب منتخب قلومبي جديد رئيس لجنة حكام جديد وكلهم منظومة اجنبية الاتحاد الكرب مصري ساعي بكل ما اوتي من قوة ان هو يطور من منظومة كرة القدم المصرية جاب روي فوتوريا للمدير الفاني الكبير بورتغال المنتخب مصري الاول وبعد كده طيب ماشي وجاب لنا مدير فاني قوي المنتخب الولمبي وجاب لنا رئيس لجنة حكام قوي جدا يقوي وينظم الامور التحكمية في مصر كل ده احنا هنحاول نتكلم فيه مع الاستاذ ساعد عبدالغفار بس هما بيحاولي جبرنا على التليفون فاصل ونرجع لكم تاني عشان نبدأ فقرات خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر